الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وأكمل الله له الدين فلا دين إلا ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أكرمه الله عز وجل بصحابة كرام من أفضل البشر بعد الأنبياء أحاطوا به ونصروه وجاهدوا معه وتحملوا هذا الدين ونشروه وحافظوا عليه وقد تكلمنا في درس سابق وذكرنا ما ذكره المؤلف في هذا الكتاب الذي تدرسونه وهو العقيدة الواسطية تاليف شيخ الإسلام بابن تيمية بشرحه اللآل البهية شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان ذكر ما جاء في الأذلة من الكتاب والسنة في شأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والاهتمام بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة قرآنا وسنة ولذلك وجبت محبتهم والدفاع عنهم وذكر فضائلهم والكف عن ما يصدر من أخطاء من أحد منهم وقد ذكر المؤلف عليه رحمة الله بأن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تَجْعَلْ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولذلك يميز أهل السنة عن أهل البدعة موقفهم من الصحابة فإن أهل السنة يترضون عن الصحابة ويقررون عدالتهم ولا يخوضون في الطعن فيهم ولا في نشر أخطائهم ولا مساويهم وأما أهل البدع كما تعلمون فمنهم من يكفر الصحابة ومنهم من يفسق الصحابة وهذا الموضوع سبق أن ذكرنا الأدلة عليه فلا نعيد تكريره والمؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر جملة من فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن ذكر فضيلة أهل بدر وهم جمع كثير ثلاثمية وبضعة عشر رجل فإن الله قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شيتم فقد غفرت لكم وأيضا ذكر ما ورد في أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أيام صلح الحديبية وقال لن يلي النار أحد بايع تحت الشجرة وهم ألف أربعمائة رجل فهذه الفضائل العظيمة لهؤلاء الصحابة جعل من أصول أهل السنة والجماعة الإمام بهذه الأدلة التي وردت وأيضا هم يقدمون المهاجرين على الأنصار وإن كانوا كلهم لهم الفضل والرتبة العليا لكنهم لأن الله قدمهم في الذكر ولهذا يقول المؤلف عليه رحمة الله قال وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة وذكر العشرة المبشرين بالجنة وهم أبو بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة فإذا قل العشر المبشرون في الجنة فهؤلاء هم وذكر حديث شهادة لبلال رضي الله عنه بأنه في الجنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ثم ذكر أيضا فضائل الخلفاء الراشدين الأربعة وقال وإن أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة يعني أنهم أجمعوا على مبايعته على مبايعة عثمان مع وجود علي رضي الله عنه وذكر الشيخ هنا أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنه بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان قالوا عثمان أفضل من علي وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي ولهذا قال الشارح وفقه الله عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة يعني على هذا الترتيب في الفضل أيضا أما في البيعة والخلافة معروف أنها الأربع مرتبون قال أهل السنة قال وقد حكي الإجماع على ذلك أو قد حكي الإجماع على ذلك بعض أهل العلم لكن الصواب أن هذه المسألة يعني مسألة الفضل ليس فيها إجماع فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف وكان من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان مع أقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة يعني موضوع الخلافة عليه إجماع لأن الصحابة أجمعوا عليه فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن في مسألة الفضل خالف من خالف لكن قال أيوب السخلياني وغيره من قدم علي على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار قال وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وهم الذين قدموا عمر لإمامتهم في دينهم ودنياهم فالفضل الذي لأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع بما استحق من الخلافة فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار يعني نسبهم لشيء يزري بهم وهو أن يكون بينهم الفاضل ويقدمون المفضول وهذه حجة دينية واضحة وذكر الشارح أنه تناظر أيوب مع سفيان وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان قال له أيوب هذه الكلمة من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان وقال بقول أيوب وهو قول جمهور أهل السنة لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي وقد كان علي رضي الله عنه بينهم فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل وهذا يدل على أنهم لا يختارون للخلافة إلا الأفضل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي يعني من ناحية الفضل وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي وهذه المسألة التفضيل بين عثمان وعلي هل عثمان أفضل أم علي أفضل الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة القول الأول قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن علي مفضول بالنسبة إلى عثمان يعني أن عثمان متقدم عليه بالفضل وأن عثمان أفضل من علي لأن عثمان مقدم في الأحاديث ولأنه اختاره الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي وقد ترك عمر رضي الله عنه أمر الخلافة بعده في ستة نفر وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وفيهم عثمان وفيهم علي فأجمع الناس على عثمان بن عفان فاختلف أهل السنة فعامتهم على تقديم عثمان على علي فهذا هو القول الأول القول الثاني والقول هو في التفضيل فقط وليس في الخلافة وهو قول قوم من أهل الكوفة وهذا ما ينسب ويقال أن أهل الكوفة شيعة علي ليس المراد بشيعة علي أنهم على مذهب الشيعة فإن الشيعة لهم مذهب منحرف سوف يأتي تفصيله لكن شيعته بمعنى هم الذين فضلوه فقط الذين فضلوه على عثمان قال وهو قوم من أهل الكوفة وغيرها وهم قلة قالوا بتفضيل علي على عثمان وهذه في مسألة التفضيل وليست في مسألة الخلافة فإن الخلافة محسومة بالإجماع أما الخلافة فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي فمسألة الخلافة لاختلاف بينهم فيها أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان ورجع منهم طائفة عن هذا القول كما مر معنا أن سفيان لما ناظر أيوب استختيان رجع عن هذا القول القول الثالث هو قول من توقف فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن علي أفضل يسكت سكت وذلك لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا ومن اختار هذا القول الإمام مالك رضي الله عنه فإنه توقف في مسألة التفضيل ليس في مسألة الخلافة كما هو مذكور في المدونة وفي غيرها قال الشارح هنا والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه وأن علي يليه في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل يعني فهذا إجماع من الصحابة أن المستحق للخلافة هو أفضل الموجودين يعني لا يستحق الخلافة إلا أفضل الموجودين وأن علي يليه في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي هذا حجة الترجيح الذي رجحه جمهور أهل السنة في هذا الأمر قال ولكن استقر في أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي يعني بعد ذهاب تلك الطائفة التي في الكوفة يعني لم يبقى على ذلك القول الذي قاله أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة لأن الثور قد رجع فبعد ذهابهم لم يبقى ذلك القول منتشر عند أهل السنة والجماعة قال بعد ذهاب تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم شيعة علي إذن شيعة علي قديما لما يقولون أبو حنيفة وأهل الكوفة من شيعة علي ليسهم مسمى الشيعة المعاصرون فإن الشيعة المعاصرون ليسوا على هذه الأقوال البتة وإن ما لهم قول كما سيأتي الكلام في معتقدات الشيعة وأن أنهم ليسوا على هذه العقيدة قال ولما ذهب أولئك مع الزمن في القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ولهذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل في المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أظل من حمار أهله و يعني هذه يدل على أن الذي يخالف في ذلك فهو أظل من حمار أهله أبلد الحوادات وهو يحمل أسفارا على ظهره ولا يستفيد منها ثم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في العقيد الوسطية ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه من معتقدات أهل السنة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي وهذا الحديث خرجه لمن مسلم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم حتى يحبونكم لله ولقرابتي وهذا الحديث خرجه الترمذي والنساء وأحمد في المسند وغيرهم من المحدثين نعم وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف عقائد السبئية ومن هم السبئية الذين يسير على مذهبهم كثير من الذين يدعون محبة علي رضي الله عنه فإن هؤلاء أتباع رجل يسمى عبد الله بن سبا الحميري عبد الله بن سبا الحميري وهذا الرجل كان من يهود اليمن ثم تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان ثم جاء إلى المدينة ثم ولذلك قالوا أنه جاء بعقائد اليهود ويحاول أن يدخلها في الإسلام ومعنى ذلك أنه ما دخل في الإسلام دخول صحيح وإنما كعادة اليهود يدخلون في الأديان لإفسادها فلما دخل قال لهم إن هارون وصي لموسى وإن علي وصي للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ترقف الانحراف وقال إن علي أولى بالخلافة أصلا من أبي بكر وعمر أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وإن الصحابة قد خانوا الأمانة وقدموا على علي رضي الله عنه من الخزعبلات التي تسمعونها حتى إن بعضهم اتهم حتى جبريل وقال إن جبريل أرسله الله بالرسالة لعلي ثم هو صرفها إلى محمد ولذلك من مقولاتهم يقولون خان الأمين خان الأمين يعني أن جبريل خان الرسالة وصرفها إلى علي إلى غير ذلك من الخزعبلات التي نشروها وقالوا ولذلك هم يعبدون علي وذريته من دون الله وتراهم يستغيثون بهم في الملمات يستغيثون بهم في الملمات وهم غياب أموات يعني تجدهم يقولون يا علي يا حسين يا زين العابدين إلى غير ذلك من الترهات الشركية التي أجمع المسلمون على أن الاستغاثة بغير الله شرك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه البشر فإن هذا من الشرك فهؤلاء ليسوا هم المراد وليسوا هم على مذهب الذين كانوا في الكوفة والذي أشار إليهم المؤلف في كتابه في كتابه الكريم ثم بعد ما حدث الفتنة فإن طوايف الابتداء كلهم يدندنون حول الطعن في الصحابة رضوان الله عليه فأما الخوارج فإنهم قد كفروا الصحابة بعد التحكيم فقالوا الصحابة قد كفروا ولذلك قاتلوهم على أنهم كفار قاتلوا الصحابة على أنهم كفار وعبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء الخوارج الذين جاء إلى علي رضي الله عنه وقتله على أنه كافر ولذلك يقولون يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منذ العرش قربانه يعني هو قتله يتقرب إلى الله وهذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم كان من القراء وكان رجل صالح وكان بعثه عمر بن الخطاب إلى الوالي على الشام ليدرس الناس القرآن لكن والعياذ بالله لما جاءت الفتنة وخرج مع الذين خرجوا على عثمان انحرف وأظله الله عز وجل ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يأمن على نفسه الفتنة انحرف الرجل وصار رأس في الخوارج وقتل وقتل رجلا مشهود له بالجنة فإن علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة من العشر المبشرين بالجنة وقتل رجل مشهود له بالجنة وصار الخوارج على مذهبه على مذهب عبد الرحمن بن ملجم ومذهبهم إلى عصور وهم يكفرون المؤمنين بالمعاصي وأما المعتزلة فإنهم يفسقون الصحابة يرون أنهم فساق ولا يقرون بعدالتهم فهذه الاختلافات يعني تميز أهل السنة من أهل البدعة فإذا رأيت الرجل يترضى عن جميع الصحابة ويهتم بالصحابة لأنهم هم سندوا الشريعة هم الذين نقلوا لنا القرآن وهم الذين نقلوا لنا السنة فإذا طعن في الصحابة فكيف تثق بعد ذلك في الدين كيف تثق في دين نقله هؤلاء ولذلك حماية الصحابة أمر في غاية الأهمية لأجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولأجل حماية هذا الدين لألا تقول أن هذا الدين نقل عن طريق كافر ولا عن طريق فاسق كيف تتعبد إلى الله عز وجل ولذلك بعض من الناس يقولون القرآن محرف ويتهمون الصحابة بتحريف القرآن وبعضهم يطعم في الأحاديث ويقول فيه أحاديث وضعت وتلوعب بها ونحو ذلك من الترهات فالحرص على الصحابة هو يميز السن من البدعي ومحبة الصحابة هي دين والترذي عنهم والشهادة بما قام به أمر في غاية الأهمية ثم قال شيخ الأسلام التبية ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أم وكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهذا حديث مخرج الصحيحين ولذلك فإن الذي يتهم أم الممدين عائشة ويطعن فيها فإنه مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة بل من اتهمها بما برأها الله منه وهو الفاحشة فإن هذا مكذب للقرآن لأن الله أنزل في براءتها قرآن يتلى فالذي يؤمن بالقرآن ما يمكن أن يطعن في عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين قال شيخ الإسلام ويتبرؤون يعني أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافظ الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصف الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل فإذا قيل عن شخص ناصبي فهو الذي يناصب أهل البيت العداء وهذا لا شك أنها الذي يناصبهم العداء فهو من حرف فإن أهل البيت المؤمنين من أهل البيت محبتهم من الدين كما سمعتم وأما من كفر من أهل البيت فهذا من الكفار يتبرى منه كما يتبرى من الكفار لو كفر شخص من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يتبرى منه لكفره فإنه لا يمكن أن يكون هناك تواد ومحبة بين المؤمنين والكافرين نعم فالذين يتولون ويحبون هما من كانوا على الإسلام من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة شجر يعني ما حصل بين الصحابة من خلاف واجتهادات وربما اقتتال فهم يسكتون عن هذا ولا يخوضون فيه أصلا لأن هذا اجتهادات وحصل ما حصل فهذا لا يخوضون فيه لأن العثم للرسل فقد يقع من من أشخاص اجتهاد قال ويسكتون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون ولهذا قال الشارع وفقه الله وهذه عقيدة أهل السنة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة يعني يمسكون عما حصل بينهم وسمي الشجار شجارا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك وأصل التشاجر هو التداخل لذلك سميت الشجر شجرة لتداخل فروعها والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم يعني ما حصل من الاختلاف والأقوال أو في الأعمال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يمسكون قال هذا عند أهل السنة الإمساك باللفظ وبالقول وبما يدور في القلب وبالعمل وبالكتابة والحكاية والأسماع والإقراء كل ما كان من قبيل القول والعمل في جميع التصرفات كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض في الصحابة فيه فيمسكون عن التأليف فيما صدر بين الصحابة ويمسكون عن الإقراء ويمسكون عن الإسماع فلا يروون ما شجر بين الصحابة أصلا وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة جميعاً ربنا أغفر لنا وإخواننا الذين سبقون بالإيمان وما كثرت الدراسات حول الخلاف بين الصحابة أكثر من تبنى هذا ونشره المستشرقون أعداء الإسلام فإنهم جعلوهم أحزاب كالأحزاب التي تكون في الدول ويفسرون ما حصل من خلافات ويجعلون فيه كلاماً طويلاً عريضاً ثم جاء تلاميذ المستشرقين من أبناء المسلمين فتبنوا هذه الأقوال مثل قلت زيهر اليهودي وغيره الذين كتبوا عن الخلافات التي دارت بين الصحابة يدسون كما يقال السم في العسل فنشروا كلاماً مغلوطاً وافتراءات كثيرة ولذلك إذا رأيت الشخص يتحدث كثيراً عن هذه الفتن التي دارت بين الصحابة فأعلم أنه مفتون ما لك وما لها كما قال بعضهم تلك دماء انطهر الله منها سيوفنا فنحن نطهر من الخوض فيها ألسنتنا ما نخوض فيها أبداً لكنك تجد حديث المشتشرقين ماذا حصل ماذا صار في موقعة الصفين ماذا صار في كذا وإن كان المؤرخون ذكروا الأحداث مجرد ذكروها وذكر الأحداث يحتاج إلى التثبت فيه لأن كتب المؤرخين حتى ذكرت الأحداث بعضها ذكرت أحداث ما صحيح يعني بعضها ذكرت أحداث لا تصح أصلاً ونشرتها بين في الكتب وجاء المتشاهلون من المؤرخين ونقلوا هذه الكتب ولهذا تجد بعض المحققين من العلماء ردوا على هذه الافتراءات مثل كتاب العواصم من القواصم فإنه رد على هذه الافتراءات لألا يفهم أبناء المسلمين أن جيل الصحابة فيه انحرافات ونحو ذلك فيهون عندهم شان الصحابة يهون عندهم شان الصحابة الذين هم سند الشريعة فلا يلتفت لكثير مما كتبه المؤرخون ويحذر مما كتبه المستشرقون ويحذر من تلاميذ المستشرقين الذين يعملون دراسات وينشرونها بل يولفون رسائل علمية يسمونها رسائل علمية ماجستير والدكتوراه في مثل هذه الأحداث وهذا لا شك أنه ليس من الإمساك عما شجر بين الصحابة أقول ما سمعتم في هذا المجلس وأستغفر الله العلي العظيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد